نروح للمهم حفلتنا النهاردة اه هي حفلة حفلة ولازم الحفلة طب سوارية مش بيسموها سوارية حفلة 12 احنا دلوقتي حفلة 2 الصبح خرج سافل منحق اسمه بيليا الدلدول تربى على وراك الراقصات ورضع من زريبة بهايم ليسبنا بشيء نحن نفتخر ونفاخر به عندما يكون الصلاة على رسول الله سبه وعندما تكون ايات القرآن سبه وعندما يكون الكلام في القيم والمصل والمبادئ سبه وعندما يكون مناصرة الحق سبه فلابد ان يخرج سافل ليتحدث ويتهم كل من يتحدث بهذه الفضائل بانها عيب وغلط القصة هيئتها تبدأ منين فاقد الشيء لا يعطيه ومدعي الرجونة لا يمكن ان يعيش بينه وبين نفسه راجل والديوس يفضل ديوس لغاية ما يموت لان ليس شرطا ان تكون ديوسا على ارضك ولكن ربما تكون ديوس على كرمتك مع ارضك وديوس علشان خاطر تدخل جيبك مال فاتغمض وعبد جرش عايز تاكل من على كل الموائد حتى لو رموا ليك الفلوس على الاحزية عندك استعداد تنزل وتلعقها بلسانك لتنال الرضا وتحصل على المال خرج الظلم طهي ولا خيرة في الاتنين وعن بليا التحدث لانه لا يرقى الا ان يكون بليا ولا يحق ان يعيش في الحياة الى دلدول القصة بدأت ان الظلم طهي صفيحة ابن بسيطة طلع مسك بليا الدلدول مسح بكرامة ابو الارض وهات بهدلة وعرض لك مكالمات يا ابن كذا ويا ابن كذا ولما كنت تيجي تبس على جزمتي عشان تشتغل وانا قلت انا قلت انا شاهد عيان في احد المرات من سنين كنت تواجد في احد الاماكن وبالتحديد في بلكونة كان في بلكونة في المهندسين وقاب لي الدلدول وكان معا احد الاصدقاء وكنت وقتها يعني حوالي لي خمس سنين لم ألتقي الظلمطحي في حياتي فكنت رايح ارتب معاه اجراء حوار كان وقتها رئيس الندي فجئت وانا قاعد معاه وبنرتب ان انا اعمل له حوار جاه بليا الدلدول وبكى اقرابيزة وقاعد يترجاه انه يشوف له اي مكان يشتغل فيه وانا اسم النادي الوحيد وانا سوق النادي الوحيد وانا 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 والكلام ده كله فالمهم يبدو ان الرخيص رخيص والاتنين اوسخ من بعض فالرخيص الظلمطحي مسجل للرخيص الدلدول احنا اعلق اتنا ماناش علاقة رخيص مسجل للرخيص والاتنين اوسخ من بعض فاطلع عمله في ومسكه شلفة اللي جابوه وما خللهوش لا يمين ولا شمال باليد دلدول بدل ما يطنع علينا راجل ويورينا رجورته الناقص السافر المنحق ويرد على الظلمطحي اللي مسح بكرامة ابو الارض فجئت بيهاجي مننا والاستاذ ابو المعاطي زكي وبيعاير ابو المعاطي زكي انه بيبدأ حلقاته بالصلاة على رسول الله وبالقرآن وبالدين وده دليل وده دليل انه لو لي إحاجة عند عبد الناصر ولا ابو المعاطي كان آلها لانه سافل وضيعه منحطه قزر واقزر مما تتخيل لو انت معلومة انا اتحدى يطلع ويعمل بدل الفيديو ويقول اللي عنده بيقولك ان الله على عبيده ستار لا ربنا ما قلناك نسطر على الاوساخ زيك ولا قلنا نسطر على الحرامية اللي زيك ولا قلنا نسطر على الافاقين اللي زيك ولا قلنا نسكت على المرتشين اللي زيك ولا قلنا نسطر على التربية الوسخة اللي زيك طالع بدأ يمنورينا رجولته ويقولي فيه تسجيلات اللي عندك طلع لي التسجيلات ويورينا الرجولة زي ما احنا كنا رجالة احنا لما تطول علينا مرة تطولنا على اللي جابه أبو مليون مرة ولما تماده ما سيبناه شغل لما جبنا مناخيره في التراب عايز تقارن نفسك يا سفيه يا منحط بسيادك طب احنا أولاد ناس ومقامتنا الحمد لله بكرمتنا مرفوعة بفضل الله عايز تقارن نحن بدلدول زيك تنتبيل يا يلا يلا تنتبيل يا انت بيلا كنت أتمنى بدل من تعامل 12 دقيقة زي ما قال لي أحد الأصدقاء بقول للفيديو كمان لحوالي 12-13 دقيقة كالنفسي تخصص تلاتين ثانية ترد فيها على اللي نفخك على اللي نفخك يا لها على اللي بهدلك ومسح بكرامة أبوك الأرض يا لها كالنفسي تلاتين ثانية بس يا لها تلاتين ثانية تورين رجولتك يا لها لكن انك انت تعمل فيديو عاك تشتمنى وبالمعاقي عشان ناس تتوسط في النص انك انت عاك تشتمنى فوالنبي بلاش تطلع لتسجيلاتي ولا فيديوهاتي الناس كلها فهمت اللعبة الناس كلها فهمت اللعبة وبعد كده أنا البست إزدال علشان خاطر أعمل مشهد كوميدي إن الزلم طهي عمك وعم أبوك الحرام الكبير اللي زيك يا لص يا حرامي ما يسويش عندي ثلاثة تعريفة لبستله إزدال وقمعت ألدته هو بيولول لما قالك عيحطه اسمه على باب اللي استدعى كان ميدخلش يا ابن الهابلة وزا كنت نلبست إزدال وعملت مشهد في بيتي ما روحتش لبنان عشان ألفين دولار وعدت أنا حوز تحت رجلين حنان يا كلب يا ابتح حنان يا دي ابتح حنان ما روحتش فضحت نفسي ولعقت جزمة هيفا ما جعدتش تحت وراك النسوان وتحولت فيها الرجل بقرنين قوانت اللي زيك لما يجي يتكلم عن الرجالة يستخبه تحت السرير لأنك أنت في قلب بيتك مش محترم عامل فيديو طب يعني والله العظيم مصر كلها كانت مستني أنك أنت ترد على الظلام طحي اللي خلاك ما تسويش تلاتة تعريفة طلع ترد علينا احنا وإحنا عملنا لك ايه يا لة الفيديو بتاعك جايب 6.000 مشاهدة يا ابن العبيبة 6.000 مشاهدة السارتين اللي احنا مين انت عرا كننجيب بيك مشاهدات يا ابن الهبلة مين انت يلا عرا كننجيب بيك مشاهدات انت عارف حنا عرا كننجيب بيك مشاهدات انت بالنسبة لنا عار ليه لأنك انت زي الرقاصة لو قلقت مل عتلم ملايين يتفرجوا عليها فاللي عرض الرقاصة أوسخ من الرقاصة فترضانا أن احنا نعرض واحد ووسخ زيك علشان نلم بيه مشاهدات ومين انت عشان يتلم بيك مشاهدات مين انت انت واخد مقلب في نفسك اتفكر نفسك في تعداد المحترمين اوه اتفكر نفسك في تعداد المحترمين او الله العظيم ازعل منك اوه اتفكر نفسك في تعداد المحترمين كل جمهور مصر الميت مليون بكل انتماءاتهم عارفين انك منحط وده البول وسافل وكلب الجنيه وعبد الجرش واي حد بيقدرك علشان خاطر تأمل اي حاجة بمقابل حتى شركة قنوات اللي عامل لك القناة بتقول منك جاي وعايزة تقفلها لك بيقولك احنا صدمنا نحن اللي بندفعه للناس اللي بتقطع له يعني النهاردة يا سادة الفيديو اللي عملوا ده هو مطالب من شركة قنوات انهم يعمل لهم فيديو كل يوم ملاقيش حاجة يتكلم فيه يالت انت قلت على الدعية الاسلامية الكبيرة عبلة الكحلاوي يكفيها ان عملت المصريين هم يخرب بتها بل اللي جابوك وفراخ تقول لي اسف 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 انت الشركة مضي معاق قنوات هتنتكلم في الكورة ملاقيش حاجة تتكلم رح تتكلم على سيادك تانت اللي عايز تعمل مشاهدات علينا يعني انت يعني يا جماعة خشوا على قناته وشفوا مشاهداته هتلاقيه لما يتكلم عن عبد النصر زدان وابو المعاق زكي مشاهدته تقلى لان عندما يتكلم المنحط عن الشرف الناس تستغرب لكن يتكلم الشريف عن الشرف الناس عارفة ده قادم لكن انت منحط لما دي تتكلم عن الشرف ازاي عندما يتكلم السافل عن الطهارة ازاي عندما يتكلم البني ادم الرقيع زبالة الاعلام المصري عن القيم والمبادئ طب ازاي ازاي يعني عايز افهم ازاي انا نفس افهم ازاي انت اسوأ من انجب الاعلام الرياضي المصري لازم تبعارف ده وانا بقول لك قدام الناس بتحداك انا يا عم افتح لك ملفك لسود وبمستنداته لو رادل اطلع بقى وريني حاجة علي اهو لو راجل ودكر وبتقول ابو يا مستثار ابو يا مستثار ابو يا مستثار والله العظيم ما اعرف ربيك لو راجل اطلع قول عمل واحد اتنين تت وريني لو راجل وريني وريني حاجة اتقولها علي لكن انا عندي كثيرة اقولوا عليك يا بل يا يا دلدون عندي كثير جدا اقولوا عليك خلي بالك ان اضبط الساعة لان انا بعرف اخد حقي بما يرضي الله اتناشر دقيقة اهزاك اتناشر دقيقة لانك ما تسويش معايا تلتاشر دقيقة في الديقة تلتاشر انا راجل صعيدي اخد حقي بما يرضي الله اتناشر دقيقة يعني اتناشر دقيقة يا ابن الهابلة اهزاك اتناشر دقيقة زي ما اتكلمت اتناشر دقيقة انا هزاك اتناشر دقيقة زعلان اوي من اسم بليا الدلدول وما انت عزت Visa رمز دلادين في الوقت العربي بليا الدلدول زعلان اوي من بليا الدلدول ما هو انت بليا ودلدول هو انا اعيز ان انا مثلا اغلب في خلق الله هذا خلق الله يخلقك زي ما يخلقك هو اللي خلقنا كلنا لكن لما بقول بليا يعني انت عارف دلدول ليه روح يلا شوف اللي يطلع لك التسجيلات الحقه روح بوس على جزمته يلا الحقه قبل ما يطلع حملك خلي بالك هو زكي وبيعرف يجيب اللي زيك تحت جزمته هو لو عايز يطلع شرائل التسجيلات كان طلعها ما كانت استأذن هو طلع لك بس دقيقتين ثلاثة يقول لك اطلع لك التسجيلات انت هريت رايح تشتم فينا عاكن تقول له يا سيدي عجبك يا سيدي يا سيدي وتجراسي حقك علي على اللي فات يا سيدي وتجراسي مش هعمل كده تاني زي ما عملت معا قبل كده زي ما عملت فانت تعمل ايه بليه تقول لك ايه اخبط في عبد النصر زدان وابو المعاق زكي يمكن يرضى سيدي وما يطلع لش التسجيلات بس هو مش هضلحها دلوقتي اطمن مش هضلحها دلوقتي هو وصل لك الرسالة وخلك تهر وبعدت له الدنيا كلها تترجاه وحبت تعمل الفيديو ده عشان تقول له انا ممكن اشتغل خدام تاني يمكن ما يزحاش ويرحمك من الفضيحة بس قادر رسالة وصلت هو يعرف يجيبك زي البوبي مش انت بتقول هشك عليها زي ما انا قال لي هشك عليها هشك عليها زي الكلاب انت على فكرة الكلاب كلهم وفاء والوفاء من صفات الكلب المحترم لكن انت ديوس انت ذكر الخنزير شو بقى الكلب الخنزير اللي بيستمتع وهو قرامته بتجدعك الارض قدامه انت لا تساوي الا ان تكون خنزيرا خنزيرا يمشي على الارض لا تعيش الا في الاماكن التعفنة ولا تأكل الا الحرام ولا تمسك الا المال الملوس ولا يتحدث لسانك الا بالأجر انت مثال لكل ما تحمله كلمة وقاحة ومثال لكل ما تحمله كلمة الحقاء ومثال لكل ما تحمله كلمة وضاعة ودايما وابدا يا ابني يا ابني ايه انا لو انت ابني اضربك بالنار يقول انت بتقولي القنوات تطردهم قنوات مين اللي طردانا قنوات مين اللي طردانا قنوات مين اللي طردانا سدع بالله من ما لي اعمل قناة من ما لنا اعمل قناة لكن احنا سبنا القنوات للاشكال اللي زيك علشان نقول للناس في يوم من الأيام يموت الأصد في الغابات جوعا ولحموا بطأن يأكله الخنزير اللي زيك الديوس لحموا بطأن يأكله اللي زيك تطلع على شاشة تتفرد وتتني واخد بالك انت علشان احنا سيبين الخنزير اللي زيك هم اللي يطلعوا على شاشات لان ما شرفناش نطلع في أماكن انت بتطلع فيها ولا نظهر على شاشة انت بتظهر على مسيلها لانك انت في النهاية لا تساوي إلا ضرب الأحزية وربما تلوس الأحزية وتنجس فلابد من اختيار الحزاء العفن ليضرب به الرجل المعفن يا نيتن يا معفن تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته